جزاكم الله خيرا وأحسن عليكم يقول هذا المستمع كان في نية الحج ولم أوفق لأسباب مادية ومعنوية هل تفسب لحجه إن شاء الله تعالى جزاكم الله عني الخيرا إذا نويت العمل الصالح وتركته لأنك لم تتمكن منه ولو تمكنت لفعلته فإنه يكتب لك أجر العامل فضلا من الله سبحانه وتعالى كما ثبت بذلك أذلة كثيرة لأن من نوى عملا صالحا ولم يتمكن من عمله ولو تمكن لفعله فإنه يكتب له أجر العامل فالذي ينوي قيام الليل ويعزم عليه لكن يغلبه النوم أو يعرض له عذر يمنعه من قيام الليل يكتب له أجر القائم كذلك لو سافر أو يقوم الليل أو يصوم في النهار ولو تمكن لا استمر العمل يكتب له أجر الصائم وأجر القائم هذا فضل الله سبحانه وتعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في غزوة إن في المدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم حبسهم العذر يعني معكم بالنية والأجر حبسهم العذر فيكتب الله لهم أجر المجاهدين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم لكن لا تسقط عنهم فريضة شيخ صالح أو تسقط عن فريضة هذه النية الفريضة باقية إذا قدر وجب عليه أن يؤديها ولا تكفي النية قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلنا شكرا